وانسح أي ستة التلمي للأربعين من غير أي مكون التعب أولاً عندي عمل وراسي لكن أهملت أيضاً رغم أني عندي عمل وراسي أهملت في كده فلما قال لي أنت ورا من الحميد دوك هذا ليس أي مشكلة أنت عندك ورا في المخابيس أيضاً في السادي التاني فقال بقلبها تحليل وإشاعات والكلام ده كله والثاني العينة وخده صاحب عينة وكلام ده كله فأنا في المستشفى فأناك نسألولي الأستاذ الحاب أدخلك بالجروب كنت طبعاً منهارة والعيونة ده من حظ أنا الله يخليك فقالولي لازم استقصال بس تعملين عمياتين في عملية واحدة استقصال جزئي واستقصال كلي فلما دخلت بقى الجروب الأستاذ الحاب رب الله يستعدهم يا رب الأستاذ السماح والأستاذ الحاب بصراحة يعني أقول لك إخوات أتقل كدابك قصماً بالله زي الإخوات رحلات ودعم وحاجات جميلة جداً خرجونا والله يبينصونا المرض الحوات ربنا مش بكدر رب العالمين سعب بيبعتلينا هدايا كده إحنا مش عارفين الهدايا ممكن تبفصول البشر يعني ممكن تلاقي حد يطبطب عليك حيبقى بيعمل إخواتك ما بيعملهوش ولا صحابك كمان وساعات بيبقى دي العلاج والرشدة الربانية إن يمكن معه القلم والواجع إيه بتطبطب عليك إيه بتسندك إيه بترفعك إيه بتقولك لسه فيه حياة ترجمة نانسي قنقر